بيبدأ المسلسل مع جماله ومونس وروبن وسيزر وبيبقوا الأربعة أزصحاب وبيقضوا آخر أجازة لهم قبل ما يدخلوا المدرسة السنوية وبيحضروا سوا حفلة في الحي بتاعهم وبيكونوا مستمتعين جداً بوقتهم وبالليل بيرجعوا بيت روبن وبيشوف أخوه ماريو وهو بيتخانق مع حبيبته اللي بتبقى بتنفاصل عنه وبيكون حزين جداً لدرجة أنه بيعيط وبعدها بيدخل البيت وبيوصل أربع نوم يفضلوا صحاب في المدرسة السنوية وإلا هيعيشوا لوحدهم للأبد وبيطلب منهم يدعموا بعضه وما يتخلوش عن بعض ما ما حصل وبيوعدوه أنهم فعلاً هيفضلوا صحابته لعمرهم وقبل الدراسة بتسافر مونس لمعسكر سيفي خاص بالبنات وده لأنها بتكون عايشة لوحدها خصوصاً بسبب سفر والدها الدايم أما جمال فبيكون عايش مع والده وبايا قلته اللي بيبقوا بيحبه وفكرت القدم جداً وبيبقى واجب على كل فرد في العيلة ويحب الكرة ويلعبها لكن جمال بيبقى عكس عيلته كلها في كره للكرة وخوفه منها وخصوصاً بعد ما شاف واحد من عيلته مات بسببها بعد ما وقع ورقابته اتكسرت وفي كل مرة بيفكر فيها في الكرة بيحس بغثيان وبيبقى عايز يواجه والده بأي طريقة لكنه بيبقى خاف منه جداً أما روبين فبيكون عايش مع عيلته الأسبانية في بيت واحد وبيبقى بيعاني من مشكلة كونه مش عايش في غرفة خاصة بي وده لأن جدته بتبقى عايشة معيهم وبيفضل روبين قاعد مع أخواته التوقم في غرفتهم وبيبقى مخنوق من شقوتهم وبنروح لسيزر اللي بيكون عايش لوحده بسبب عيلته اللي بتبقى كلها رجال عصابات وبيبقوا معظمهم في السجن وبعد فترة بترجع مونس من المعسكر الصيفي وبسبب دخولها في مرحلة المراهقة بيبقى كل الحي شايفها جميلة وبيعكسها وبتزور مونس صحابها لكن بتلايني سيزر مش معهم وبتستغرب جدا عدم وجوده وبتسألهم عنه فبيرفض جماله روبين انهم يتكلموا عنه او يجيبوا سيرته وبيكتفوا وبنهم يقولوا لها انه شخص مش كويس وانهم مش عايزين يعرفوا تاني لكن مونس بتفضل متعصبة وعندها فضول تعرف سبب خناقتهم معي وبالصدفة بيعادل 3 صحاب من قدام بيت سيزر واللي بيكون قاعد مع أخوه أسكر واللي بيبقى لسه خارج من السجن من فترة قريبة فبتقرر مونس انها تروح تتكلم معي وبتسأله عن سبب بعده عنهم وبيزهر توتر سيزر وهو بيرد عليها بهدوء لكن بعدها بيبص لأخوه وبأسحابه وبيرد على مونس رد مهين جدا فبتتعصب جدا وبتسيبه وبتمشي وبتقرر انها ما تتكلمش معه تاني وفي تاني يوم بتتمرن مونس مع جمال واللي في الحقيقة بيبقى بيمثل انه بيتمرن عشان والده ما يشكش فيه وده على الرغم من انه ما انضمش أصلا لفريق الكرة في المدرسة فبتقرر مونس انها تبتزه وبتهدده انها تقول والده الحقيقة لو ما قلاش اللي حصل بينهم وبين سيزر فبيعترف لها جمال ان سيزر قال عليها انه دخل معها في علاقة قبل المعسكر الصيفي فبتتصدم مونس وبتبقى حزينة جدا وبتقرر انها فعلا ما تتكلمش مع سيزر تاني وبالليل بتتصل بروبن وجمال وبتطلب منهم يقولولها النبرة اللي كان سيزر بيتكلم بها ساعتها فبيقولها انه كان حاسس بالفخر وبيقولهم وكان بيتعامل معهم بوقاحة فبتدائي مونس جدا وبتفضل قعدة لوحدها تفكر في السبب اللي خلا سيزر يقول عليها كده وفي تاني يوم بتبقى مونس وقفة مع ربن وسيزر وفجأة بتيجي واحدة من صحابهم في المدرسة واللي بيكون اسمها جاسمن وبتسأل مونس عن علاقتها بسيزر وبتتصدم مونس وبتعرف ان الحي كله سمع انها دخلت في علاقة مع سيزر وبتتعصب جدا على صحابها لانهم ما قالوا هاش ان الحي كله عارف وده معنى ان سمعتها اتدمرت في الحي والمدرسة كلها وبتروح بسرعة لبيت سيزر واول ما بتشوفه بتهجم عليه بكل قوتها وهي بتعصبها وبتسأله عن سبب اللي عمله وبيتاريق اسكر عليها مع بقى رجال العصابة وبيجي روبن وجمال يبعدوها بسرعة عنهم وبيهربوا فبتقولهم مونس انهم من النهاردة مش صحاب ومش عايزة تعرفهم تاني وبتقرر انها تتصاحب على جسمن واللي بتكون بنت مزعجة جدا ومش بتفكر غير في الاولاد والعلاقات فبتزهق مونس منها وبتقرر ترجع لصحابها وبيتفقوا يتقابلوا في تاني يوم وبليل بتتكلم مونس مع والدها واللي بيبقى عايز يبعت معا شخص يخلي باله منها لكن مونس بتقوله ما يقلقش عليها ويوفر فلوسه عشان يقدر يقضي معاه اجازة طويلة وبتقفل مونس المكالمة وفجأة بيظهر سيزر من وراها واللي بيعتذر له عن العمل وبيترجع تسمحه فبتسأله مونس عن السبب اللي خلاه يقول عن سرهم اللي هو بنفسه كان عايز يخبيه فبيقولها ان اسكر اخوه كان عايز يكلمها فاضطروا ان يقولوا انها ملكه عشان ما يوصل لهاش فبتقوله مونس انه وعدهم انه هيحاول ينعزل عن عيلته ويختار طريق مختلف عنهم فبيقولها انه كان عامل حسابه ان اخوه مش هيخرج من السجنة قبل ما يتخرج من السنوية لكنه دلوقتي خرج وبقى مضطر ينضمر العصابة غصبا عنه وبيقولها انه ده قدر ومش هيقدر يغيره فبتتأثر مونس جدا وبتقرر انه تفكر في حال تقدر من خلاله تساعد سيزر وفي تاني يوم بتروح مع روبين وجمال لبيت سيزر عشان يتمشوا معه لحد المدرسة لكن بيجي اخو اوسكار ياخده للعربية غصبا عنه فبتقول مونس ان مهمتهم يا انقص سيزر من العصابة وبتوافق المجموعة وبيبدأوا في وضع خطة يبعدوا بها سيزر عن عصابة اوسكار وبيتفقوا ان الحال الوحيد هو اقناع اوسكار بزكاء وموهبة سيزر وعن كونه يستحق مكان افضل من مجرد رجل عصابات وبيعودوا سوا يكتبوا الكلام اللي هيقولوه وبعدها بياخدوا رأي سيزر نفسه لكنه بيتاري عليهم وبيقولوهم انها خطة فشلة وان ما فيش حد في العالم ممكن يقنع رجال العصابات بالكلام والمنطق وبيطلب منهم ينسوا الفكرة احسن ما اوسكار يتعصب على واحد فيهم ويقتله وبيمشي وبيسيبهم لكن مونس مش بتتخلى عن الفكرة وبتسأل جماله روبين عن اللي هيتكلم فيهم مع اوسكار وبتكون عايزة هي لتكلم لكن جماله روبين بيرفضه وده لانها شخص عصبي جدا وهتستهين باوسكار وساعاتها محدش هقدر ينقذها وبتقترح ان روبين يروح بنفسه وده لان اوسكار بيحترم اخوه ماريو ومستحيل يعمله حاجة عشانه وكمان بيبقى روبين اسكى واحد فيهم واكتر شخص مقنع وبيقدر يتكلم بالمنطق لكن روبين بيكون خاف جدا من اوسكار بس بيضطر يعمل كده عشان صديقه سيزر وفي تاني يوم بيقرر جماله مونس انهم يروحوا بيت روبين عشان يكتبوا سوا الكلام اللي هيقوله الاوسكار وبالصدفة بيشوفهم سيزر وبيسألهم عن المكان اللي رايحينه وبيبقى عايز خطتهم تفشل عشان ما يعرضوش نفسهم للخطر وبيقرر انه ينزل معاهم في الوقت ده وفي بيت روبين بيعرف ان جدته هتمشي وبيفرح جدا لانه هياخد الغرفة لوحده لكن بيتفاجئ بولدته بتقوله ان بنت صديقتها هتيجي تعيش معاهم فبيتعصب روبين جدا وبيقول لولدته انه كبر ولازم يبقى ليه غرفة خاصة بيه وفجأة بتظهر قدامه بنت صديقة والدته واللي بيكون اسمها اوليفيا وبتبقى جميلة جدا لدرجة ان روبين بيوافق تاخد غرفته في مقابل انها تفضل عايشة معاهم وبيجي جماله ومونس ومعهم سيزر وبيبقوا قايلين لسيزر انهم هيساعد روبين في تنظيم غرفته الجديدة لكن بيفتح لهم روبين وبيعرفهم على اوليفيا اللي هتعيش معاهم وبيخليها تتعرف على باقي الشيلة فبتطلب مونس من روبين يتكلموا لوحدهم لكن بيبقى روبين مركز مع اوليفيا اللي بيظهر اعجابها بسيزر بسبب وسمته وبيبقى غيران جدا عليها وبتحاول مونس تحضر معا الكلام اللي هيقوله قدام اسكر لكن بيفضل روبين سرحان وبيروح لأوليفيا يقولها انه ينقل سيزر وده عشان تنبهر به وبعدها بيقعد سيزر معهم وبيقرر انه يوافق على خطتهم وبيقول روبين انه هياخد له معاد مع اخو اسكر وبتفرح المجموعة جدا معادة روبين اللي بيبقى متوتر جدا وفي تانيوم بيفضل جمال يهديه وبيخليه فكر في حاجات سعيدة عشان تخفف من على الضغط لكن روبين بيتريع على جمال نفسه وده لانه بيبقى مجبس رقابته على الرغم من انها مش مكسورة فبيقوله جمال انه بيوهم عضلات رقابته انها محتاجة تتسبت عشان لما تتكسر بجد بيحس بها بسهولة ويقدر يعالجها وفجأة بتظهر قدامه من مونس وبتطلب من روبين يخلي باله من كلامه مع اسكر عشان ما يرجع لهمش جثة فبيشكرها روبين انها بتطمينه وبيعرف انه هيقابل اسكر في تاني يوم قبل المدرسة وفي الوقت ده بيحاول سيزر بقى انه يقرب من مونس وبيظهر اعجابه بيها لكن مونس بترفض انهم يقربوا من بعض تاني عشان محدش يعرف بعلاقتهم فبيقرر سيزر انه يغيز مونس بقربه لأوليفيا واللي بتكون جميلة جدا فبتحس مونس فعلا بالغيرة وبتفضل طول اليوم متضايقة وبعدها بيرجع كل واحد البيت وبيفضل روبين سهران طول الليل وهو بيفكر في الكلام اللي هيقوله لأوسكر وفجأة بتيجي أوليفيا وبتحس انه متضايق فبتطلب منه وياخد غرفته وهي هاتبات مع اخواته لكن روبين بيرفضه وبيبقى عايز يبين لها انه شهم وبيقول لها انها لو احتاجت حاجة تقوله وفي تاني يوم بيروح روبين لمعاده مع اسكر وبيحاول يبين له انه كمان بيحب العصابات وبيشرب سجاهل وبيدخل في علاقات كتير مع بنات وبيبدأ اوسكر يسمع له فبيقوله روبين عن زكاءه وعبقرية سيزر وعن كونه يستهلي يبقى في مكان احسن دايما وده بشهادة كل الناس اللي حواليه وبيفضل روبين يشكر في مهارات سيزر من غير ما يلمح حتى انه بيطلب منه يخليه يخرج من العصابة ويركز في دراسته بس وبيفضل اوسكر يسمع له وهو مبسوط بخوف وبيوافق على كلام روبين وبيفرح روبين جدا بكونه قدر يتناقش مع رئيس عصابة من غير خوف او تردد وبيبلغ بسرعة كل اصحابه عن اللي حصل فبيتاري عليه سيزر وبيقوله ان اخوه كلمه وخلاه يترقه في العصابة وانه كل كلامه معاه جيب العكس وبيتصدم روبين وبيحس انه شخص فاشل وبيمشي واحزين وبيتعصب سيزر على مونس وبيقولها انها السبب لانها اللي حردت روبين وجمال على الفكرة من الاول وبيمشي وبيسيبها وبتحس مونس بالزنب وبتقرر انها تروح لسيزر بيته بالليل وهناك بتخبط على الشباك بتاعه وبتقوله انها ما كانتش السبب لوحدها وانه كلهم اتفقوا على الخطة لكن سيزر بيقفل الشباك عشان ما اسمعهاش فبتدخل مونس من الباب الامامي وبتحدن سيزر وبيقرروا انهم يرتبطوا من غير ما يقولوا لحد وبيفضلوا فترة طويلة يقابلوا فيها بعض من وراء باقي المجموعة ما بين حسس المدرسة لحد ما بيجي معاد الحفلة الرقصة في المدرسة وبيقرر روبين انه يرقص مع مونس وبيقلب منها تكون شركته لكن مونس بتبقى ضد نظام حفلات السنوية واللي بسببها ممكن يتضمر مستقبل اكتر من طالب سواء بسبب علاقة جنسية او بسبب مخدرات وبتبقى شايفة ان الحفلة عبارة عن احاقات ما بتعبرش عن الحب او الرومانسية وانه بس استغلال من الشباب للبناء وبتبقى رفضة الفكرة تماما وبعد شوية بيتجمعوا كلهم عشان يتغدوا سوا وبيعرض روبين على اوليفيا انها تحضر مع الحفلة وبيعرض سيزر كمان على مونس انها تروح معاه لكن اوليفيا ومونس بيقولوا في صوت واحد انهم مش يحضروا الحفلة وبيشرحوا وجهة نظرهم في الهدف الرئيسي من النوع ده من الحفلات وبيقولوا انهم مش مجرد شيء الولاد بيستمتعوا به وعشان كده هم مش يروحوا الحفلة لانهم مش يقبلوا نظرة الولاد اليوم كعمل للمتعة مش اكتر ودل انهم بشر عندهم قلب وعقل مش مجرد جسم بيعرضوه والولاد يستمتعوا به وبيستغرب سيزر التغيير المفاجئ اللي حصل لأوليفيا وبيعرف ان مونس هي اللي اقنعتها وبيجي معاد مقابلة مونس مع سيزر بعد الحصة السادسة لكن سيزر مش بيروح معاده وبيسيب مونس تفضل مستنيال وحدها وبتتداق جدا وبتروح تدور عليه وبتكتشف ان سيزر متداق بسبب وجهة نظرة عن الحفلة واللي بنسباله شيء رومانسي جدا وبيقولها انه مش عايز يقابلها تاني لانها مجرد جسم وانه عنده عقل وقلبه وعشان كده هو هيروح الحفلة ويرقص مع بنت تقدر مشاعره فبتداق مونس جدا وبتسيبه وبتمشي وبتحس بالغيرة لدرجة انها بتقرر تروح الحفلة وبتقنع أوليفيا انهم ماينفعش يسيبه نظرة الولاد ليهم بتتحكم في وجودهم في المكان اللي عايزين يبقوا موجودين فيه وانهم لازم يثبتوا انهم يقدروا ويخلوا اللي حوالهم يحترموهم من غير ما يهربوا وبتوافق أوليفيا على اقتراحها وبيقرروا انهم يلبسوا لبس جميل عشانهم مش عشان الولاد وبتوافق أوليفيا وبتقرر انها تقعد مع مونس عشان يختاروا لبسهم سوا في الوقت ده بيكتمع سيزر وجمال في بيت روبين واللي بيقرر انه مايروحش الحفلة عشان يدعم أوليفيا في قرارها ويبين لها انه محترم وجهة نظرها لكن سيزر وجمال بينصحونه يروح الحفلة ويختار بنت تانية يرقص معها وده لان ساعتها أوليفيا هتحس ان فيه بنت تانية هتاخد مكانها وهتغير وجهة نظرها وتقرب منه لكن روبين بيفضل مصمم على رأيه وبتسمعه الجدة فبتقوله انه لو قعد في البيت هيساعدها في تنظيف الحمامات فبيخاف روبين وبيقرر انه يروح الحفلة وبيوصيهم جمال انهم يتصلوا به لما يتجمعهم لانهم كل مرة بينسوه فبيقوله روبين يعدي عليه كمان 40 ديئة لحد ما يخلص الروتين العناية بالبشرة بتاعه وبيمشي جمال وسيزر وبترجع أوليفيا للبيت وبيعرف روبين منها انهم يروحوا الحفلة فبيقرر انه يروح معها لبيت مونس وبينسى جمال تماما وهناك بتبقى مونس محتارة تلبس ايه وبتبقى شايفة ان شكلها وحش جدا في ايه فستان وبتحاول أوليفيا تجملها لكن روبين بيقولها انهم فعلا مش لقين عليها فبتقرر مونس انها تلبس بانطلون وبلوزة زي العادة بتاعتها وبتبقى أوليفيا بتبص في دولابها وبتمسك كارتنا معينة بتكون فاكرة انه جواح زق عالي لكن روبين بيبعدها بسرعة وبيقولها انه صندوق والدة مونس وانه اخر ذكرياتها معاها وده لانها سابتهم ويعندها خمس سنين وبيطلب منها ما تجيبش سرط الموضوع قدام مونس عشان في كل مرة بتفتكر بتدخل في نوب تكتئاب وساعة بتخرج منها في الوقت ده بتبعت مونس رسالة لسيزر بتقوله فيها انها تروح الحفلة فبيفرح سيزر جدا وبيبقى في عملية تسليم وخدرات وبيخلص العملية وبيروح لمكان الحفلة مع باقي صحابه لكن بيكتشفوا ان الحفلة تلاغت بسبب خناها حصلت بين بنتين وولد فبتعرض مونس على سيزر انه يروح معها البيت وده لان والدها مش موجود فبيعلي سيزر صوته وبيقول لكل الطلاب ان مونس هتعمل حفلة في بيتها وان كلهم معزومين في الوقت ده بيبقى جمال قاعد مع جدة روبين في البيت ومش بيكون عارف مكان صحابه وبيتكلم مع الجدة لدرجة انه بينسا الوقت وبيكونوا مستمتعين جدا لحد ما بيسألها جمال لو تعرف حاجة عن الكنز الدفين فبتتصدم الجدة وبتبصره نظرة استغراب فبيقولها جمال انه عارف انها هتتريق عليه وده لانه الوحيد المصدق ان فيه فلوس مدفونة في الحي وما فيش حد لسه عارف مكانها فبتقوله الجدة انه فعلا عنده حق وبتقرر انها تحكيله قصة الكنز المدفون من البداية وبتقوله ان عصابة سنتياجه سرقت 50 ألف دولار من مكان معين وساعتها تقبض عليهم والشرطة تحفزت على الفلوس لكن في الحقيقة ان المبلغ ما كانش 50 ألف بس وانما كان 250 ألف وده معنى ان فيه 200 ألف لسه موجودين وما حدش يعرف عنهم حاجة وبتكملوا وبتقولوا ان العصابة خبتها في مكان سري لكنهم ما كانوش يعرفوا انهم في النهاية هيتقتلوا في السجن وهيفضل مكان الفلوس سري للأبد فبيسألها جمال لو تفتكر انهم ممكن يبقوا خبوها مع عائلتهم فبتقوله الجدة انهم مستحيل يعملوا كده لكنها ممكن تدور في فواتير محلاتهم القديمة وتعرف أماكنهم وساعتها ممكن يوصلوا لها فبيقولها جمال تنسى الموضوع وده لانه مستحيل يبقى محظوظ للدرجات فبتقوله الجدة ان حتى لو فرصته معدومة فيكفي شرف المحاولة وبيحس جمال لأول مرة انه في حد وثق فيه وبيقرر انه يفكر في كلام الجدة في الوقت ده بيبقى سيزر مع مونس في غرفتها وفجأة بتدخل أوليفيا عليهم وبتعرف ان في حاجة بينهم لكن مونس وسيزر بيأكدوا لها انهم مجرد أصدقاء وبتتمدى مونس في إثبات انها مش حبيبة سيزر وبتقوله أوليفيا انها اصلا بتخاف منه وبيبقى قصدها انه من رجال العصابات وعشان كده هو مش آمن بالنسبة لها وبيتأثر سيزر جدا وده لانه عارف انه عندها حق لكنه بيتكسر لانها شايفة بالشكل ده وكمان بتتري عليه قدام الناس على الرغم من معرفتها انه مفيش في إيده حل تاني وبيخرج يقعد لوحده وبعد شوية بتخرج مونس تقعد معاه لكن سيزر بيقولها انه هيمشي لانه مش آمن بالنسبة لها وبيفضل ما يكلمهاش وقت طويل وبعد فترة بيجي ايد الهالوين وبيستعد كل الطلاب في المدرسة عشان يحتفلوا به في الحي وفي المدرسة بيستدع المدير جمال وبيقوله ان الجدته مستنيه برا وبيستغرب جمال وده لان الجدته سكنة بيد عنه جدا فبيخرج برا المدرسة وبيتفاجئ بجدة روبين مستنيه بعربيتها وبتدي اسم راقصة اسمها روزي واللي كانت حبيبة رئيس الاسابة روكي وبتقوله يبحث عنها عشان ممكن يبقى عندها معلومة عن الكنز الدفين وبيفرح جمال جدا وبيبحث عن اسم روزي وبيعرف المكان اللي سكنة فيه وكل المعلومات اللي تخص ماضيها وبعدها بيرجع بيت روبين وهناك بيقرر روبين انه يعمل ليلة خاصة به هو وليفيا عشان يقرب اكتر منها وبيتفق مع جماله ومونس انهم يدعموا ويفضلوا قاعدين في البيت وبعدها يمشوا فوقت معين عشان يقضي باقي اليوم مع أوليفيا الوحدهم وبيوافق الكل وبييجي سيزر وبعده أوليفيا واللي بتقترح انهم يخرجوا ويحتفلوا بالهالوين في اي مكان فبيقترح جمال اسم الحي اللي بتبقى روزي سكنة فيه وما بيكونش حد من المجموعة عارف خطة جمال وبيدق روبين لانه بوازله خطته وبيوافق يخرج بسبب تصميم أوليفيا وبتبقى مونس بتحاول تتكلم مع سيزر وبتسأله لو عايزها تعتذر له فبيقولها سيزر ان الاعتذار محتاج مشاعر وهي ما عنداش منها ويبتدق مونس جدا وبتمشي وبتسيبه وبعد شوية بيخرجوا سوا يروحوا الحي اللي اتفقوا عليه وهناك بيبقى روبين عايز يفضل مع أوليفيا الوحده وبيكون جمال كمان عايز يدور على روزي الوحده لكن بيرفض سيزر ومونس انهم يفضلوا مع بعض فبيقرر سيزر يفضل مع أوليفيا وروبين وبتروح مونس مع جمال يجمعوا الحلويات من البيوت وبيفضل سيزر يتكلم مع أوليفيا طول الوقت بيحس روبين بالغيرة وبيتكلم مع سيزر على انفراد وبيصرحوا انه معجب بأوليفيا وعايز يقرب منها وبيطلب منه يبطل يبقى الشاب المثالي فبيعتذر له سيزر وبيحاول يبقى عن أوليفيا وبعد شوية بتلاحظ أوليفيا حفلة في البيت من البيوت وبتقترح عليهم انهم يقتحموا الحفلة ومحدش هياخد بالو منهم لكن روبين بيرفض وبيقول لأوليفيا انه مش عايز مشاكل فبيتكلم سيزر معه على جنبه وبيقوله ان لو فيه أي بنت في العالم طلبت منه يعمل حاجة فيها مخاطرة فلازم يعملها وإلا هتشوفه مجرد شخص جبان فبيوافق روبين على اقترح أوليفيا وبيدخلوا سوا الحفلة وفي الوقت ده بيوصل جمال مع مونس لبيت روزي فبيمثل جمال انه تعرف عليها اول ما شافها وبيفكرها بالبرنامج بتاعها اللي كانت بترقص فيه وبيفضل يقولها كل المعلومات اللي قاراها عنها في جوجل وبتفرح روزي جدا انه في حد من الشباب الصغيرين يعرفها وبتقرر تعزمه هو مونس على مشروب وهناك بتفضل تحكيله عن تاريخها وبيبقى جمال بيصور كل حاجة في البيت من غير ما تاخد بالها وده عشان يدور فيه لما يرجع البيت وبتدخل روزي تجيب لهم مشروب لكن فجأة بترجع معها المسدس بتاعها وبتسأل جمال عن السبب الحقيقي اللي بيخالي اسأل الاسئلة دي كلها وبتقوله انه واضح انه عايز يسرقها لكن جمال بيعترف لها انه بس عايز يعرف اكتر عن الكنز الدفين فبتدحك روزي وبتسأله عن المقابل اللي هيقدمه لها وبتخليه هو مونس ينظفه الكبيات ويدبخه وهي بتحكيلهم عن روكي حبيبها وبيفضل جمال يسجل كل المعلومات اللي وصلت له عن العصابة والمكونة من 3 اشخاص وبيبقى اصغرهم شخص اسمه ريكي وهو الوحيد اللي فضل من العصابة فبيخمن جمال انه ممكن يبقى مع بقى الفلوس فبتقوله روزي انها واسقة انهم سرفوا الفلوس كلها وده لانهم ما كانوش كتير وبتقوله انهم اشتروا لها عربية وبيت كمان لكن جمال بيقولها ان ده معناه انهم سرقوا اكتر من 250 الف وان ريكي هو المخب الفلوس فبتقوله روزي ان ريكي كان اسكى واحد في العصابة وكان مستحيل يتورد في جريمة زي دي ويتفضح وسط الناس وانه حتى لو سرق فاكيد ما حدش كان يعرف عنه اي حاجة وبتحكيله انه حاول العصابة من مجرد حرمية وتجار مخدرات لرجال اعمال كبار فبياكد جمال على كلامه وبيقوله انه مستحيل يعمل كده من غير ما يكون معرص مال كبير فبتقوله روزي انه كل حاجة ممكنة فبتسألها مونس عن احساسها وهي مرتبطة مع راجل من رجال العصابات فبتقولها انها كانت لازم تتقبل خير وشر وكمان حقيقة انه ممكن يموت في اي لحظة لكنه كان دايما بيحميها ومستحيل يخلي اي حد من افراد العصابة ييزيها وده لان الراجل حقيقي بيعمل كده وبيمشي جماله مونس لكن بتوصيها روزي انها تدي فرصة لحبيبها وبتفرح مونس وبتقرر انها فعلا ترجع لسيزر وتدي لعلاقتهم فرصة حقيقية وفجأة بتشوف امه معها بنتين جايين ناحيتها وبتسمع روزي وهي بتناديها باسم جوليا فبتستغرب مونس جدا وبتتصمر مكانها في الوقت ده بتبقى أوليفيا بتحتفل مع روبين وسيزر وفجأة بيشوفها صاحب البيت وهي معها عصير من تلاكته فبيتخانق معيها وده لانها اخدته من غرست ازين فبتتعصب أوليفيا عليه وبترمل عصير كله في الارض فبيتنمر عليها باقي الولاد في البيت وده بعد ما بيعرفوا انها من حي فقير جدا وبيحاول روبين وسيزر يدفع عنها لكن صاحب البيت بيطردهم وبيجري وراهم بس سيزر بيقرر انه ما يسكتش على الاهانة وبيتصل بأسكر اخوه عشان ياخد له حقه وبيرجعوا البيت بعد ما بينتقموا من صحاب الحفلة وبترجع مونس بيتها وبيحس سيزر بالحزن وده لانه بقى رسميا واحد من أفراد العصابات وبيحس ان مونس هتشوفه شخص مؤذل لأبد وبتلاحظ اوليفيا حزنه وبتحاول انها تخفف عنه وبتقوله انه كان بيدفع عن صحابه عنها وانه ده معنى انه شخص كويس وفجأة بتقرب منه وبتبوسه فبيبقى تسيزر عنها لكن بعدها بيقرب منها وبيبوسها وبيظهر اعجابهم ببعض وبيرجع سيزر البيت وبيحلم انه خسر صحابه كلهم بسبب اللي عملوا مع اوليفيا وفي تاني يوم بيقرر انه يعترف لجمال فبيتعصب جمال جدا وبيقوله انه ما كانش المفروض يقوله وده لانه ما بيعرفش يحفظ السر فبيقوله سيزر انه بخبي على والده والدته بقوله شهور انه مش في فريق الكورة فبيقوله جمال انه بيعرف يحفظ اسرار نفسه لكن ما بيعرفش يحفظ اسرار الناس التانية وبيقوله انه ممكن اوليفيا نفسها تقول روبين وده لانها عيشة معي فبيقوله سيزر انه واثق انها مش هتقول لحد فبيقوله جمال انه لازم يقول روبين ويبعد عن اوليفيا فبيقرر سيزر انه يبعت رسالة لأوليفيا يقول لها ان اللي حصل كان غلطة لكن جمال بيقوله انه ماينفعش يامل كده وبيرمي موبايل سيزر في الارض وبينصحه يبقى شجاع ويواجهها بنفسه وبيمشي جمال وبتيجي مونس وبتلاحظ انه سيزر منامشي بالليل وبتسأله لو هو كويس وبعدها بتحكيله عن جوليا واللي بتكون شافتها قدام بتروزي وبتقوله انها حاسة انها والدتها وبتحكي انها دورت عليها على جوجل وكتشفت انها مؤلفة لكنها مش متأكدة لو والدتها ولا لا فبيقولها سيزر انه مش عارف لكن في حاجات تانية قال ايه فبتقوله مونس انها عارفة لمدايقه وبيتسلم سيزر وبيفتكر انه أوليفيا حكيت لها حاجة لكن بيعرف انها عايزة تعلن عن علاقتهم وتاخد خطوة فيها زي ما كان عايز وفجأة بتيجي أوليفيا تقطعهم وبتتمشى مع مونس في الوقت ده بيجهز جمال الساعة بتاعته وبيضبطها على المؤقت واللي هيوقف عند الساعة 12 بالليل وبعدها بيدور على سيزر عشان يدهله وبيقوله ان ده الوقت اللي هيقدر يحفظ فيه السر وبيحذروا انه لو ما وصلش قبل المعاد ده واعترف لروبين واعتذر لأوليفيا هيفضحه فبيوافق سيزر وبيوعدوا انه يوصل قبل المعاد وبيجي روبين يتكلم معهم وبيبقى متضايق انه أوليفيا مش مهتمة بيه وبيقرر انه ينساها وبيقولهم انه هيعمل تطبيق على الموبايل للمواعدة وبيطلب من جمال ييجي بعد المدرسة وبيبقى اسم التطبيق في كل حروف اسم أوليفيا وبيعرف جمال وسيزر ان روبين فعلا مهوس بيها في الوقت ده بتبقى أوليفيا قاعدة مع مونس في بيت روبين وبيحكي كل واحد فيهم عن الشخص اللي معجبين بيه وبتقول مونس انها معجبة بشخص دخلت معها في علاقة قبل المعسكر بتاعها لكنها مش عارفة تصرح المجموعة فبتسألها أوليفيا لو هو شخص يعرفه لكنها بتأكد عليها ان محدش من المجموع يعرفه وقبل ما تحكي أوليفيا كمان عن الشاب اللي بسيته بيدخل جماله وبيعرف انهم بيتكلموا عن اللي حصل بين أوليفيا وسيزر فبيخرجهم بسرعة برا القوضة عشان يلعبوا سواء أي حاجة في الوقت ده بيبقى السيزر بيعمل مهمة طلبها من أخوه وبيبقى بيبوز جدران حي تاني لكن بتشوفه عصبت الحي وبتجري وراه وبيتأخر سيزر جدا وبيبقى فاضل وقت قليل على انتهاء مدة المؤقت وإفشاء جمال لسره فبيجرب أقصى سرعته لكن بتظهر قدام الشرطة في الوقت ده بيلعب روبين وجمال مع أوليفيا ومونس لعبة الصراحة وفي الوقت اللي بيوصل فيه سيزر البيت بعد ما الشرطة ثابته بتعترف أوليفيا انها معجبة بسيزر ونوم بسه بعض وبيتصدم روبين في صديقه واللي بيبقى عارف انه معجب بأوليفيا لكنه ماهتمش وقرر يسرقها منه وبتتصدم مونس كمان وده الانها كانت فاكرة ان سيزر معجب بيها وكانت بتفكر نوم يرتبطه بشكل رسمي وبتتخانق المجموعة كلها كمان مع جمال وده الانه كان عارف وما أقلهمش فبيرجع جمال البيت وهما تعصب ومش عارف يفرح انه حفظ السر المدة دي كلها ولا يزعل عشان ما أقلهمش وبعدها بتدخل والدته تقعد معاه وبتسأله لو هيلعب في ماتش بكرة وما بيلحقش جمال يرد عليها وبتصرخ والدته من الفرحة وبتقول لولده ان جمال هيلعب في ماتش بكرة وبيفرح لاتنين جدا وفي تاني يوم بتبقى المجموعة كلها مش بيكلموا بعض لكن جمال بيطلب من روبين انه يقنع المدرب انه يخليه يرجع الفريق تاني لكن روبين بيرفض وده الانه خب عنه سر كان المفروض يقوله له فبيمشي جمال هو حزين ومش عارف هيواجه عالته ازاي وبتجي أوليفيا تقعد معاه وده لانهم الوحيدين اللي مش بيكونوا فهمين هم غلطوا في ايه وبتحكي له أوليفيا انها ما كانتش تعرف ان فيه علاقة بين سيزر ومونس وده لانها قالت لها انها دخلت في علاقة مع الشاب قبل المعسكر وما حدش يعرفه وانه واضح ان الشاب ده هو نفسه سيزر وده لانها كانت متضايقة منها من غير سبب واضح وبيدق جماله انه يعرف سر تاني مش يعرف يخبيه لكن فجأة بتجيله فكرة وبيقرر انه يستغل الموضوع لصالحه وبيقوله روبين انه عنده سر خطير لكنه مش هيقولهولو غير لما يقنع المدرب بين ضمامه للفريق وبيوافق روبين وبيقنع فعلا المدرب بانه يضم جمال على الرغم من انه نسحب قبل كده وبيوافق المدرب لكن بشرط انه يبقى احتياطي وبيفرح جمال وده لانه اصلا مش بيكون عايز يلعب فبيحكي جمال لروبين عن السر اللي خبته مونس عنهم طول الفترة دي وبيتصدم روبين وده لانه كان فاكر ان مونس عمرها ما هتجدب عليهم في الوقت ده بتقابل مونس سيزر ووليفيا بالصدفة وبيعرفوا ان جمال هيلعب مطشي فبيقرروا انهم يتفرجوا عليه سوا وبيفضلوا يلقاحوا على بعض بالكلام في المدرجات وبتحس اوليفيا بالاهانة وده لانها السبب في كل ده وبتطلب منهم يتجمعوا برا المدرجات حالا وبتطلب منهم مايتخنقوش مع بعض بسببها وانهم لو عايزين يتخنقوا فالمفروض يتخنقوا معاها اما هم فعيلة واحدة وهي عايزة تكون وسطهم فبتقرر مونس تعترف بالحقيقة وبتقولهم انها كانت معجبة بسيزر وانها اعترفت له بمشاعرها لكنه رفضها وانه قال انهم دخلوا في علاقة قبل المعسكر عشان يحميها من العصابة مش اكتر لكنهم مش اكتر من اصدقاء وبتقولهم انها مش متضايقة وبيتسلم سيزر وده لانه هو اللي كان عنده مشاعر ناحية اكتر منها لكن بيظهر ان مونس قالت كده عشان ما بوصش صدقتهم وعشان تدي لأوليفيا فرصة وده لانها بتحبها وبتعتبرها صدقتها وبيعتذر لكل البعض وبيسامح روبين سيزر وده لانه عارف ان أوليفيا مش معجبة بيه وبيقرر انه يتصالح مع الموضوع وفي الماتش بيتخانق فريق جمال مع الفريق المنافس فبيقرر الحكم انه يطرد التشكيلة كلها برا الملعب وبيضطر المدرب انه ينازل كل اللاعبة الاحتياطي بما فيهم جمال وبيلعب جمال لأول مرة من شهور وبيبقى والده والدته مبسوطين جدا بيه وبيتفرج عليه بقى اصحابه وبيشجعوه وبياخد جمال للكرة وبيبقى خاف جدا على نفسه لدرجة انه بيجرب أقصى سرعته لحد ما بيوصل لخط النهاية وبيكون سبب في ان فريقه يكسب وبيفرح فريقه جدا وبيبدأوا يحترموه وفجأة بيظهر اسكر وبيقول لجمال انه بقى فخر للحي وبيقول له انه لو احتاج اي حاجة منه هيعمل هاله فبيطلب جمال منه يعرف اي معلومة عن ريكي فبيدي له اسكر عنوانه عشان خلى فريقهم يكسب وبيفرح جمال جدا وبيكتب عنوان ريكي وبيرجع البيت وهناك بيقرر يصرح والده والدته انه انسحب من الفريق من شهور وانه بيكره كرة القدم ومش عايز لعبها تاني فبيوافق والده والدته انه يسيب الفريق ومش بيكونوا متدايقين وبيقولوله انهم هيدعموه في اي حاجة بيحبها وما بيصدقش جمال نفسه وبيفتح دولابه وبيبقى حاطط خريطة للحاي كله فيها كل الاماكن المشكوك فيها وبيكتب عنوان ريكي وبيقرر ان يروح لعنوان ومع الوقت بيقرب سيزر من اوليفيا اكتر وبيتجمعه دايما في بيت روبين مع جماله مونيس وبيبقوا كأنهم الى واحدة لحد اليوم اللي بيعرفوا فيه بعيد ميلاد اوليفيا فبيقرر روبين انه يعمل حفلة كبيرة جدا على شرفها لكن بيظهر الحزن في عيون اوليفيا وبتدخل طوعد في الغرفة لوحدها وبيدخل سيزر وغرى مونيس وبيعرفوا انها حزينة بسبب غياب والدها والدتها فبيحضنوهم الاتنين وبيجي روبين كمان يحضنها وبيخففوا عن بعض وبيوعد اوليفيا انه هيعملها احل حفلة في العالم لكن اوليفيا مش بتكون متحمسة وده لانها حزينة بسبب غياب والدها والدتها اللي بقوا مشغولين لدرجة انهم مش بيكلموها وبتقولهم انها من طفولتها والدها والدتها كانوا بيتكلموا عن اليوم اللي هتمي فيه 15 سنة وده لدرجة انهم كانوا بيحضروا قوائم الاغاني ونوع معين من الرقاصات وكانوا بيتمرنوا عليها كل يوم وبتحكي ان من كتر ما والدتها بقت مهوسة بالحفلة كانت بتدع انهم يبطلوا ويزعجوها بتحضراتهم ليها لكن دلوقتي دعواتها استجابت وما فيش اي حد منهم ما يحضر الحفلة فبيحاول سيزر ومونيس يقنعوها انها تعمل حفلة وتحاول تكون مبسوطة من غيرهم فبتوافق أوليفيا وبيبدأ روبين في التحضرات وبيبقى ناوي يعمل حفلة كبيرة جدا يعود بها غياب والد ووالدة أوليفيا في الوقت ده بيقعد جمال مع الجدة وبيحكي لها انه راح للعنوان اللي اسكر الدهوله واكتشف ان ريكي مات من سنين وبيوريها صورة القبر وبيقولها انهم وصلوا لطريق مسدود فبتقوله الجدة انه لسه قدامه فرصة وبتشاور له على تمثال معين بيتحط على القبر كنوع من التقوص للميت وبيبقى مكتوب عليه عنوان المحل اللي بيصنعه وبتقول جدا انه لو وصل للشخص اللي بيشتري الورد والتمثيل هيقارب خطوة من الكنز الدفين فبيفرح جمال جدا وبيقرر انه يستغل حفلة أوليفيا وبيروح يشتري وارد من نفس المحل صاحب التمثيل والورد في الوقت ده بتبقى مونيس قعد على جهازها وبتتفرج على أكاونت جوليا اللي بتكون شكة انها والدتها فبيشجع سيزر انها تبعط لها طلب صداقة عشان تتعرف عليها وبعدها بيبدأ روبين في درس الرأس وده عشان يرقصه سواف حفلة أوليفيا وبترقص مونيس معاه وبيتفرجوا هما الاتنين على سيزر وأوليفيا وهم بيرقصوا منساجمين جدا مع بعض وبيقولوا روبين لمونيس انه مش هارف ازاي تخيل انه ممكن واحدة زي أوليفيا تعجب واحد زيه فبتسأله مونيس عن السبب اللي مخليه يقول كده على نفسه فبيقولها انه نفس السبب اللي مش هيخلي حد زي سيزر يعجب بيها وبتحس مونيس بالغيرة لكنها بتخب مشاعرها وبعد شوية بيروح جمال لمحل الورد وهناك بيحاول يستدرك صاحب المحل وبيسأله بشكل غير مباشر عن ريكي وبيفجأوا صاحب المحل وبيقولوا انه أصلا قريب ريكي وبيديله مكعب الألوان عشان يحلوا فبيخلصوا جمال في ثواني وبيديله صاحب المحل واللي بينبهر جدا بيه وبيقولوا انه الشخص اللي كان مستنيه من زمان وبيقولوا انه لو عايز يعرف أكتر عن الكنز الدفيني قبله الساعة 7 و 45 دقيقة وبيرجع جمال لبيت روبين في الوقت ده بتبقى مونيس قاعدة مع أوليفيا واللي بتبقى مخنوها من هوس روبين بالحفلة وبتطلب من مونيس انها تخليه يلغي الحفلة عشان ما تجرحش مشاعره وبتوافق مونيس وبتقول روبين يلغي الحفلة لكنه بيرفض وبيتهمها انها غيرانة من أوليفيا بس مونيس بتنكر انها غيرانة وبتقولوا يبطل يبقى شخص مزعج وبيجي العشاء وقبل ما اي حد من المجموع يمدي ايده عشان يأكل بيقطعهم روبين وبيقولهم انهم لازم يكملوا برنامج الحفلة الأول فبتنهر أوليفيا وبتطلب منه يبطل يبقى مهوس بالحفلة وان المفروض الموضوع يكون مسلي مش ممل بالشكل ده وبتدخل قضتها وبتقفل الباب فبيقرر روبين انه يدخل يعتذر لها وبيقول لها انه بس كان عايز يفرحها وبيمشي فبتحس أوليفيا بالزنب وبتخرج وراء وفجأة بتلاقيه بيشير رسومات من على الحيطة وبتنبهر أوليفيا بجمال الرسومات اللي بتعبر عن المدينة اللي كانت عايشة فيها وبتكون مبسوطة جدا فبيقولها روبين انه كمان عمل لها مفاجأة تانية وبيجيب لها مجسم مطبوع عليه صورة والدها ووالدتها عشان تتصور معاهم وبتنهر أوليفيا وبتنزل منها دموع الفرحة وبتحضر روبين وهي بتشكروا على اللي بيعملوا معاها وبتوافق انها تكمل الحفلة في الوقت ده بيبقى سيزر بيتمشى مع مونس وبيعترفوا البعض بمشاعرهم وانهم مش قادرين يمثلوا كتر من كده وفاجأة بيوقفهم واحد من عصابة منافسة لعصابة أسكر وبيكون اسمه إلتار وبيبقى بيعاكس مونس فبيدفع سيزر عنها لكن بيرفع إلتار المسدس على سيزر وبيقوله ان محظوظ ان حبيبته معاه وبيمشي وفي الحي بيبقى رفع السلاح في وش واحد من أفراد العصابات المنافسة معناه إهانة للعصابة كلها وان في حربها تحصل وبتروح مونس مع سيزر لاخوه أسكر عشان يبلغوا باللي حصل وبيبقى سيزر لازم يختفي تماما وبيكونوا محتاجين فلوس عشان يقدروا يخفوه في الوقت ده بيبقى جمال مع قريب ريكي وبيقدر يوصل لمفتاح شكله غريب وبيخمن انه مفتاح الكنز وبيهدد جمال صاحب المحل انه هيكسر تمثيله المقدسة لو ما قالوش مكان الفلوس فبيقوله صاحب المحل انه ما يعرفش مكانها بالضبط لكنها موجودة في المشتل بتاعه فبيرمي جمال التمثال وفجأة بينهر صاحب المحل وبيغموا عليه فبيودي جمال للمستشفى وبياخد كل مفاتيحه وبيقرر انه يدور عالكنز بنفسه وبعد شوية بتتصل مونس بيه وبتحكيله اللي حصل مع سيزر وبتقوله انهم محتاجين مبلغ كبير عشان يهربوا بسيزر من المدينة وبتسأله لو هو متأكد ان الكنز المدفون ده حقيقي فبيقولها جمال انه متأكد انه حقيقي وفي تاني يوم بيروح سيزر المدرسة وده لانه بيبقى عنده امتحان لكن بيجي اخوه ياخده من المدرسة وده لانه بيبقى خاف عليه وبيقرر انهم يقعدوا سوى عشاط الحد ما يتأكدوا ان الحي امان وبترجع مونس مع أوليفيا وروبن للبيت وبيحاول روبن يشغل أوليفيا عن سيزر عشان ما تقلقش ويتجهز نفسها للحفلة وبيوصل فستان أوليفيا لكن بيبقى شكل وحش جدا فبيقرر روبن انه يتصل بالشركة عشان يرجعه لكن الشركة بترفض فبتحس أوليفيا بالإحباط فبيوعدها روبن انه هيحل الموضوع وفجأة بتجيله فكرة وبيقرر انه يطلب من الجدة انها تصلح لهم الفستان او تصمم لهم واحد جديد لكن الجدة بترفض وبتقولهم انها مش اختيار تاني وانهم قرروا من الاول يطلبوا الفستان من حد تاني بدلها وبتدخل تقعد في غرفتها ويزعلينة فبيقرر روبن وأوليفيا انهم يصلحوها بأي طريقة فبتخلهم الجدة يعملولها مساج لحد بالليل وبتصحى الجدة وبتقولهم انها تبدأ في الفستان بكرة وبتقفل الباب وفجأة بيشوف روبن وأوليفيا الفستان ومتعلق ورى الباب وما بيكونش مسدقين نفسهم وبتفرح أوليفيا جدا وبتتحمس أكتر للحفلة في الوقت ده بتبقى مونس قعدة لوحدها وفجأة بتلاقي بوست على حساب جوليا وتطلب فيه جليسة ألفال ضروري فبتقرر مونس انها تروح عشان تتعرف أكتر عليها وتعرف اذا كانت فعلا والدتها ولا لا وبتوصل مونس البيت وبتبقى مغيرة اسمها لإسم لورة عشان جوليا ما تكشفاش لو هي فعلا والدتها وبتفضل مونس تسألها أسئلة عن الحي اللي كانت سكنة فيه وعن السنة اللي مشيت فيها منه وبتبقى كل إجابات جوليا بتثبت لمونس انها والدتها في الوقت ده بيبقى جمال في المشتل بيدور على أي حاجة تدله على مكان الفلوس وفجأة بيلاقي درج واحد مقفول في المكتب كله فبيقرر انه يفتحه بالمفتاح اللي معاه وفعلا بيلاقي جوه خريطة عن الكنز المدفون وعليه اسم ريكي ومعها تمثال صغير فبياخد جمال التمثال وبيفضل يتماشى في المشتل وهو بيقول انه مش عارف يدور فين تاني وبنرجع لمونس اللي بتخلص يومها مع أطفال جوليا وفجأة بتسمعها هي بتحكي حدوتة لأولادها فبتنهر من العياط وده لانها عمرها محسة الإحساس ده وبتشوفها جوليا وبتحاول تهون عليها فبتطلب منها مونس انها تدخل الحمام عشان تغسل وشها وفجأة بتلاقي جوليا موبايل مونس وابيرين وبتشوف صورة المتصل واللي بيكون والد مونس فبتتصدم جوليا وبتتميلي عنها بالدموع وبتدفع لمونس أكتر من الفلوس اللي متفقين عليها وبتشكرها في الوقت ده بيبقى سيزر مع أسكار أخوف العربية وبيتكلمه عن المستقبل اللي بيحلموا به لحد ما فجأة بيوقف أسكار عربيته وبيشاور لسيزر على إلتار وبعدها بيديمه سدس وبيقوله انه مش هيكون ليه مستقبل طول ما هو مش بيدافع عن الحضر بتاعه وان الطريقة الوحيدة اللي هتخليه ما يموتش هو أنوقة للشخص اللي عايز يقتله وبيخاف سيزر وده لان إلتار كان صديقه في المدرسة فبيقوله أسكار انه دلوقتي بقى عدوه وبيجبيره ويدرب عليه نار وبيخاف سيزر جدا لدرجة انه بيبقى بيترعش لكن فجأة بتظهر حبيبة إلتار واللي بيبقى قاعد مستنيها فبيقول أسكار لاخوه انهم هيخلصوا المهمة دي بكرة فبيروح سيزر لبيت مونس هو منهار فبتحاول انها تخفف عنه وبنرجع لجمال اللي فجأة بيلاقه قدامه كوخ صغير مقفول بالمفتاح وبيوصل للمفتاح بتاعه وبيقدر يفتحه وفجأة بيظهر عدد كبير من السنديل المقفولة وبيعرف ان الكنز موجود في نفس المكان وتانيوم بتصحى مونس من النوم وبتلاقي أوليفيا بترن عليها فبتحس بالزنب بعد ما بتبقى خانة أعز صحابها لكن بتطلب من سيزر انه يفضل مستخب في بيتها لحد ما تلاقي الفلوس مع جمال في الوقت ده بيبقى جمال سهران طول الليل عشان يفتح السنديق وبتوصل مونس وبعدها روبين عشان يكملوا بحث عن الكنز وبيلاقوا ورقة مكتوب عليها إحداثيات لمكان معين فبيقرروا انهم يروحوا ويدوروا في المكان ده واللي بيكون الحديقة العامة وبالصدفة بيلاقوا مقعد مكتوب عليه ريكي وبيعرفوا ان ليه علاقة بالكنز وبيشوفوا إحداثيات لمكان تاني فبيروحوا للمكان وهناك بيلقوا صليب مرسوم على الأرض وحواليه رموز معينة وبيفهم جمال ان دايرة الرموز المرسومة حوالين الصليب بتتكشف بدوق الشمس فبيوجه ناحيتها ضوق الكشاف وبيخرجوا برقم جديد وبعدها بيرجعوا للمكان عجلاتهم لكن بيكتشفوا انها تسرقت فبيقرروا انهم يتصلوا بالجدة عشان تيجي تاخدهم وبيعرفوا من الأرقام انهم لازم يدوروا في الكنيسة لكن بيبقى في عدد كبير من الكنيس فبيخمنوا انها لازم تكون كنيسة مميزة فبيقرروا انهم يروحوا الكنيسة المسرح وهناك بيدوروا في كل مكان لكن من غير فايدة فبيبص الجدة على الخريطة وبتعلم على كل الأماكن اللي راحوها واللي بتبقى على شكل صليب وبيفضل آخر مكان واللي بتكون نقطة التقاء الخطوط في الصليب وبتقولهم ان المقصود بالنقطة هو دير القدسين فبيروحوا هناك وبيفضلوا يدوروا في كل مكان وبيلحظ روبين وجود صندوق مغلق فبيخبط عليه وبيعرف ان في حاجة تحته في الوقت ده بيبقى سيزر مع واحد من أفراد العصابة وبيبقوا مستنيين الوقت المناسب اللي هيقتل فيه سيزر إلتار فبيبعت سيزر رسالة المونس واللي بتقولوا انهم قربوا وبيفتحوا ساوا سقف الصندوق وبيلحوا صندوق مليان عملات ذهبية فبيتساور روبين واحدة العملة في بقه عشان يبعتها لسيزر لكن بيكتشف انها مجرد قطعة شوكولاتة وبتنهار مونس وبتحط اللوم كله على جمال وده لانه مش وراء الأوهام لكن جمال بيقولها ان هي اللي عايش في وهم انقاذها لسيزر وده لانه توالد في عصابة وهيموت في عصابة فبتنهار مونس وبتتصل بسيزر وبتعتذر له انهم ما وصلوش لحاجة وبيرجع روبين البيت وبيفضل جمال قعد لوحده حزين بعد ما بيحس بفشله في الوقت ده بيتطر سيزر انه يقتل رجل العصابة لكنه مش بيقدر فبيقرر انه يخليه اختفي وبيمثل انه قتله وبيفرح التر جدا وبيشكر سيزر وبيهرب وبيرجع سيزر لاخوه واللي بيحلق له شعره وده لانه اصبح عضو اساسي في العصابة وده بعد ما عمل اول الجريمة قتل ليه وفي تاني يوم بيجي ايد ميلاد اوليفيا وبيحضر سيزر وبيشوفوا صحابه وحالق وبيعرفوا انه بقى اساسي في العصابة لكن سيزر بيحكي لهم عن اللي عمله فبيفرحوا بيه جدا وبيحتفلوا بقى اليوم وبتلاحظ اوليفيا العلاقة اللي ما بين مونس وسيزر وبتحس بحبهم لبعض وانها وقف حقل بينهم فبتقرر انها تنفصل عن سيزر وترقص مع روبين بداله وبيفرح روبين جدا وبيخليها تدخل مع الغرفاته عشان يواريها مفاجأة جديدة وفجأة بيرن موبايله وبيكون المتصل والد والد اوليفيا وبيبقى روبين بعتلهم موبايل متطور جدا عشان يتصلوا بأوليفيا مكالمة فيديو وبتفرح أوليفيا جدا وما بتكونش مصدق نفسها وفجأة بتبص روبين وبتقوله انها مستحيل تسيبه يدع منها وبيخرج ويرقصه سوا في الوقت ده بيقرر جمال انه ما يستسلمش وبيفضل يدور في حاجات ريكي واللي بيبقى مساجل أغاني ريب وفجأة بيسمع أكتر من كلمة بتدل فيها على مكان الكنز واللي بيبقى في ملعب كرة القدم فبيقرر انه يحفر فيه لحد ما يوصل الفلوس وبيفضل يحفر لساعات لحد ما بيكتشف انه بيحفر في المكان الغلط وانه المفروض يحفر في الجنب التاني من الملعب لكن الجروف بتاعه بيتكسر وبيفقد جمال الامل وبيحس انه فعلا شخص فاشل لكن بسبب إيمانه الشديد بوجود الكنز بيقرر ان يحفر بيده وفي الوقت ده وفي الحفلة بيبقى الكل بيرقصه في قمة ساعاته وفجأة بيلاحظ روبين التاروة في الحفلة وبيعرف انه هيئة السيزر فبيقف بسرعة قدامه عشان يحميه وبتيجي تطلق فيه بدل سيزر وبتكون تطلق قريبة جدا لدرجة انها بتختار الجسمه وبتسيب أوليفيا كمان وبتيجي الإسعاف في الوقت اللي بيبقى جمال بيجري فيه بأقصى سرعته وفجأة بيشوف الشرطة وبيعرف انه وصل بعد فوات القوان وبتيجي الإسعاف تنقل روبين وأوليفيا واللي بيبقى ضحب نفسهم في سبيل انقذهم لصديقهم الفيديو ده كاتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام